السلام عليكم عاملين ايه يا رب تكونوا بألف خير وبأحسن حال وانتوا بتسمعوني دلوقتي اهلا بكم في حلقة جديدة ووصفة جديدة هقدم لكم النهاردة ان شاء الله تحلية سهلة وبسيطة جدا جدا كمان مغزية قوي قوي تحلية النهاردة هنسميها تحلية عباد الشمس لانها شبيهة جدا جدا بيزهر تعباد الشمس تحلية سهلة وبسيطة مش هتاخد معاكو اي مجهود ولو بتشوفوا قناتي الاول مرة ياريت ان تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وكمان تعملوا لايك الفيديو لو عجبكم قبل ما نبتدي في المأذير والطريقة عايزين نصلي على النبي ونقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يلا بينا نبدأ الفيديو بسم الله اول حاجة انا معايا هنا بسكوت سادة اي نوع تفضلوه استخدموه انا استعملت فيري هاستعمل بالزبط حوالي 150 جرام من البسكوت الباكو ده او الباكت ده 140 فانا هاستعمل الباكت ده وكمان هستعمل اربع بسكوتات تعليق نزلتهم كده في الكابة فضلت الباكو في الكابة وهاخد نص باكت صغير يعني عبارة عن اربع بسكوتات هنضرب بقى البسكوت ده ونفرومه خالص خالص لحد ما يبقى زي الباودر ويبقى نعم تماما بعد ما فرمت البسكوت كويس جدا كده اتأكدت انه كله بقى مفروم وبقى كله نعم نزلت بالبسكوت في بولة ونضيف على البسكوت اه حوالي ربع كوباية من الزبدة صحيحة يعني دوبتها اه تدور تدوبوها باي طريقة انتم حابينها اه على النار عادي على البوتجاز يعني او في الماكرويف زي ما انتم عايزين المهم تكون ضعيبة هنقلب كده البسكوت مع الزبدة انا استعملت مية وخمسون جرام من البسكوت السيدة وربع كوباية من الزبدة المزيبة وهقلب كويس جدا لحد ما يبقى بالقوام ده البسكوت كده تحسوه كأنه مبلول شوية هاخد بقى سنية السنية بتاعة الكابكيك بتاعتي حاطت فيها ورق آآ البليسي بتاع الكابكيك واححط في كل آآ آآ كوباية معلقة بس من البسكوت يعني معلقة كبيرة من البسكوت فقط علشان يبقى السمك مناسب آآ بعد ما آآ حطيت كده كل العبيت كل الكابات بتاعتي آآ فاضل معايا حوالي زي معلقتين كده هعملهم في طاجن صغير خالص طاجن بايركس آآ مفيش اي مشكلة بضغط الاول بالمعلقة وساوي الاول عشان الجناب تبقى متساوية وكويسة وبعد كده بضغط بكوباية واضغط كويس جدا عشان بسكوت يتكبس مع الزبدة وما يعني ما يتفرفتش معايا واحنا آآ بناكله او احنا بنقدمه بالشكل ده كده بضغط كويس اوي باي كوباية باي حاجة عندكم تقدروا تعملوا الخطوة دي بعد الخطوة دي خلاص انا هسيب البسكوت على جنب وعنبتدي نعمل بتاع التحليب بتاعتنا معايا نص كوباية من الزبادي وربع كوباية من السكر ومعلقتين كبار من الكريمة الشانتي بس يكون دسمها عالي شوية تكون عالية الدسم وكمان كوباية من آآ اللبن البودر وعن نضرب آآ بالمضرب الكهربائي عندوكو خيارات تقدروا تضربوا بمضرب السلكة بس تاخد معاك وقت شوية وتقدروا كمان آآ تضربوا في الخلاط هضرب بقى الحشوة بتاعتي دي لحد ما السكر يدوب تماما يعني عايزة السكر ما يكونش ليه اي وجود وعنلاحظ ان القوة مفتاحة كده وهاش شوية او آآ ارتفع شوية ما ننساش طبعا احنا ننزل الجوانب بيثبتوا له عشان نتأكد ان السكر آآ هيدوب معانا بشكل اسرع يعني العملية دي هتاخد حوالي ثلاث دقايق وعيبا بالقوام ده الفيلنج بتاعنا عيبا بالقوام ده كده لو حستوتو اتقل من كده او طلع معاك واتقل من كده للي ممكن الخلاط تيطلعوا اتقل شوية ديفوا آآ ثلاثة اربع معالق من اللبن علشان يبقى بالقوام اللي انتو شايفينه معايا ده قوام كده لا سميك ولا خفيف قوي يعني قريب جدا للشيز كيك القوام بتاعي اللي بنعمله على البارد تمام حنبتدي برضو احط برضو معلقة من الخليط ده او الفيلنج ده يعني معلقة من البسكوت معلقة من الفيلنج لان لسه في طبقة تالتة لو عليت الطبقات بتاعتي مش حلقي مكان احط في الطبقة التالتة بتاعتي اللي فيها البسكوت تماما هحط معلقة في كل كب كده وبعد ما بخلص كل الكمية آآ بيكون مشغلة الشوية بس آآ شغلت الفرن بتاعي بس الشوية مدة عشر دقايق بس مش اكتر من كده هنلاقي ان الوش هنلاحظ ان الوش بتاع الفيلنج اللي احنا حطينه ده آآ مسك جمت خالص ببقاش آآ سايل كده بالطريقة اللي احنا شايفينها او بالشكل اللي احنا شايفينه ممكن ياخد اقل من عشرة ممكن ياخد ازياد بس او مش هيزيد يعني عن عشر دقايق انا معي اخد حوالي سبع دقايق وكان الوش آآ جمد تمام بعد ما الوش يجمد هنشوف مع بعض هنعمل ايه بس مهم جدا ان احنا ما نسرحش ونسيبه طبعا لحد ما يلون عايزين لونه يفضل ابيض زي ما هو الكمية بتاعتي البسكوت اللي فاضت معي كان عندي آآ بايركس كده طاجين بايركس صغير آآ حاجة كده يعني فردية كده اخدتها خدت البسكوت وضغطته كده ونزلت الحشوة لقيت الحشوة جمدة اكتر الجو كان سائع ولقيتها جمدة قوي زودت لها مع علقتين من الحليب او من اللبن ونزلتها على البسكوت وبردو هعمل معاها نفس اللي عملته آآ مع الكباط آآ تحت الشوية لمدة حوالي ست سبعة دقايق لحد برضو ما الوش يمسك خالص طبعا هنا خلاص العملية دي حصلت خلاص الوش جمد ومسك تماما خالص اهو زي ما انتم شايفين معايا اهو ما بقاش طري خالص هنبتدي كده آآ نحط بقى البسكوت والأوريو عالية آآ عندي باكت أوريو قسمتوا كده تقدروا تاخدوا الفيلنج اللي جوه البسكوت وتحطوه ضيفوه مع الفيلنج اللي احنا حطينه دلوقتي اللي احنا يعني آآ عملناه مع البسكوت وتقدروا تعملوا زي ما انا ما عملت كده خدت نص الفيلنج على كل بسكوتة وضفتها بس مش اكتر كده اسهل بكتير يعني بس آآ كل الكبات عملها بنفس الطريقة كده بنفس الشكل اللي انتم شايفينه معايا وبعد كده هنبتدي نحضر الطبقة التالتة والطبقة التالتة عبارة عن ايه سهلة جدا ما فياش اي آآ شغل يعني بكت من الكريم كراميل آآ كوباية من المية من الحنفية عادي جدا. كوباية من المية وبكت من الكريم كراميل وهشيل منه الكراميل. انا عايزة بس بودر الكريم كراميل. باستعرفاهم على النار آآ والحد ما يغلو كده خالص ويتقل القوام. طبعا القوام بيتقل شوية. طبعا ما ضفناش حليب هنا او لبن هنا ليه? لان بتاعنا كله حليب وكله لبن وكله زبادي فمش محتاجين ابدا الطبقة الاخرانية دي تبقى آآ فيها لبن لان كمان عايزاها شفافة. علشان انت ابو زي ما انتوا شايفين كده يبقى شكلها عامل زي آآ ظهرة عبادي الشمس. برضو معلقة ومعلقة ونصط كده في كل كب. ما يتغطى معي كده البسكويتها يتتغطى. ويبقى شكلها حلو جدا جدا مبهج جدا. الولاد حبتها قوي قوي. وكمان مغزية قوي. يعني كلها فوايد. مش آآ تحلية كلها سكر وآآ وزبدة او سمنة او كده لا. دي هي كلها آآ لبن وكلها زبادي. وبسكوت وزبدة. فاكيد اكيد مغزية وكمان طعمها حلو جدا جدا. طبعا بتدخل التلاجة آآ لمدة ساعتين او ساعة لها مسكت معاكم وجملت معاكم. والطواجم برضو ما نسنهوش. في شوية كده من الكريم كرامل. دخلتها ساعتين التلاجة. التلاجة مش فريزر. هتلوها بتجمد بسرعة جدا. ما بتاخدش وقت خالص. وبتطلع من الورق البليستيب كله سهولة. ما بتسيبش اثر يعني. شكلها حلو جدا وكيوت جدا. وتنفع لو جايلكو تضيوف الغفلة اللي بيجوا على سهوة دول. هتقدروا تعملوها. مش هتاخد معاكم وقت ولا مجهود. وعد بان انها حاجة راقية جدا وجاية من مكان آآ من حلوان يعني. اتمنى يارب يكون فيديو النهاردة عجبكو. لو عجبكو ما تنسوش تعملو سبسكرايب للقناة. وكمان تعملو لايك للفيديو. واشوفكم على خير في حلقة جديدة وفيديو جديد. بحبكم جدا في الله. والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته.